هو فعلا مصطفى فاتح يروح النادي الاهلي. طب بخصوص احمد عبدالقادر ايه مشكلته مع النادي الاهلي او مع جمهوري النادي الاهلي مخلي ان الجمهور كله قلب على اللاعب. طب بخصوص صفقات الزمانك الجديدة. ايه هي الصفقات يا ريت تقول لي عليها. طبعا هولك عليها ويه. السلام عليكم واهلا بكم في قناة فاتح يا حسن نقول له اخبار نادي الزمانك. فيديو النهاردة فيديو مهم جدا. فيديو مهم جدا اللي يبقى لان النهاردة عندنا اكتر من موضوع. عندنا مواضيع تخص يعني المستشار مرتضى مصور واخد تصريحات. وعندنا النهاردة تصريحات مهمة جدا من المستشار مرتضى مصور وكمان كابتن اسامة نبيه اللي كان موجود امبارع كده في مداخلة او كان موجود يعني اه في التلفزيون او على قناة في التلفزيون او على قناة ام بي سي مصر يعني يبقى على صحب. فيعني سلع امبارع وقال لنا كده كانوا تصريح مهمين جدا. فالحلقة النهاردة هتكون حلقة مهمة جدا حلقة نارية. اهم حاجة انك تكمل الفيديو لغاية الاخر اشياء تقدر تستفيد وتعرف كل الاخبار دي. ما تنساش تابعا اللايك الجميل بتاعك اللي اشارك في القناة وايه الكومنت برضو الجميل بتاعك. او سيبكم بقى الفيديو وارجع لكم مرة تانية. طيب. تعالوا نرجع لاول نقطة ونتكلم عن اول حاجة وهي بخصوص نادي التعاون الصعودي. زي ما انتم عارفين ان المصفف فتحي ملتزم بقى دمعانية التعاون الصعودي. والنهما المفروض يعني تعاقدوا معاه من نادي الزمالك وهوما لسه الغد دلوقتي لسه ما دفعهش المبلغ المادي بتاعه. وان مصطفى فتحي عنده مشكلة بقى في التجنيد والكلام ده كله. والنهما دلوقتي عنده مشكلة هي روح الاهلي يا روح الزمالك يا روح طلع على الجيش. دول اقرب النوادي اللي ما وجدين دلوقتي خصوص مين بخصوص مصطفى فتحي. طب انت يا عام مصطفى انت حتى يا فتحي قلتنا ان نادي تعاون الصعودي خلاص متنازل عن مصطفى فتح نادي تعاون الصعودي ما عندش مشكلة انه مصطفى فتح يروح في اي نادي. ولكن عايزه قللك ان التعاون رفض رحيل مصطفى فتح لنادي لها ليه معرفش? ليه معرفش? هو بيأكد ان هو لسه مصطفى فتح مكمل معهم لغاية ما يشوفوه له عرض او ان هو ممكن لو كمان انتهى العقد بتاعه يرجع تاني النادي زمالك عاعدة جدا مفيش اي مشكلة. اما فكرة ان مصطفى فتح يروح النادي لها ليه لا. مصطفى فتحي النادي التعاون الصعودي مستقر على ان هو ما يوض ولا شarcない ان هو عرفه تماما فكرة ان اللاعب يروح النادي النادي. فهده بيخصوص مصطفى فتحي وان انا عايز اقول لك كمان اول ما يقلص سعادو يتعاون من ان انه مصطفى فتح تكمل وسيقول لك ان لعب هيجي مصر هيجي مصر يقوم ليه? مش هيجي يطلعه على الجيش ولانه هو عمال بيهرب من النادي يطليع الجيش في الحتة دي. مصطفى فتحي مش هيروح على النادي يطليع الجيش. مصطفى فتح دولات يهما بين نارين يا الاهلي يا الزمالكة يا حسر ج نادي الزمالك اللي بقى له سنين عمال بيدعمه ويخسر كمان ادارة نادي الزمالك وسكت جمهورة نادي الزمالك اللي عمل دفع 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 في في كل يوم اصابة لي هيخسر الكلام ده كله طبعا يما يروح النادي الاهلي ويكسب لقطة يكسب لقطة او النادي الاهلي هو اللي يكسب اللقطة دي انه يقول لنا الناس تتلع هتقول لك ايه? طب بص يا لهوة ده احنا تعايدنا معك مش عارف تعايدنا مع مصففة فتحة وخطفنا من دادي الزمالك في اعمله اللقطة والشوق زى ما عمل في موضوع ابو الكارب اللي في الاخر بردو خده قفة علا فهم يعني طيب قلنا نتكلم في موضوع صفقات الزمالك الجديدة خلينا نتكلم في موضوع صفقة الزمالك الجديدة وهي مين بقى الصفقة عايز اقول لك الصفقة دي يعني الكلمة تعلية عن تين مليون مرة من هو؟ نبيل عباد دونجة هيجي الزمالك ولا لا؟ عايز اقول لك ان الزمالك خلاص خلنا نلاول لمفاوضات مع اللاعب والان الزمالك كان بيخلي اللاعب يوقع وان اللاعب ماضه رغبة للزمالك وبالكلام ده كله. الا الان فاترة dette كلها كان احمالي مفاوض اللاعب بس. بيفاوض اللاعب بس. ويقول له خلص نفسك بقى من نادي برامنز. ولكن ا vull اقول لك بقى الموضوع الجديد والموضوع الاهم. الموضوع الجديد والموضوع الاهم وتفاصيل الصفقة. عايز بقول لك وان المسؤولين من الزمالك تتاعوا يخشوا في خط مفاوضات مع نادي برامدز. ليه? للتعاقد مع نبيل احمد دونجا. خط وسط نادي برامدز. ازا مالك ابتدى يقشف في المفاوضات بشكل رسمي او اقدمه عرض كمان هو اقدمه عرض لنادي برامدز للتعاقد مع نبيل احمد دونجا. ان شاء الله نادي برامدز يوافق. ان شاء الله نادي برامدز يوافق. وان احنا نشوف نادي احمد دونجا موجود في نادي الزمالك في المصري من جاي برضو في كلام طلع ان برضو اه بتاع النادي برضو الاسماعيلي برضو ان هو خلاص جي نادي الزمالك وان هو وقع ان الزمالك انا صراحة مش متأكد من النقطة دي ولكن ان شاء الله يعني في البس المباشر بتاع النهار ده او بكرة كمال بالكتير هادر واضح لكم واعرف لكم يعني بخصوص نبيل عباد دونجا او خصوص دونجا بتاع نادي ايه اخرته يعني اهو هيكون فعلا في الزمالك ولا لأ من بعد كمان ما هو نزل تصريح او طلع وتكلم نوه خلاص ما بقاش في النادي الاسماعيلي طيب خلينا بقى نخش في يعني المصرشان مرتضة منصور ايه في تصريحات يعني المصرشان مرتضة منصور طلع وصال راح واقع على قناة نادي ازاي مالك وقال ان فريرا شبعان فلوس فريرا شبعان فلوس وشارع وبيقول كمان ايه بيقول كمان او بيوجه رسالة طبعا ليه شبيري بيقوله احنا في مركبة فيها كل العناصر بس لازم يكون فيها كبتان وهو انا يعني المصرشان مرتضة منصور هو الكبتان ومش بنقرر دور فريرا مش بنقرر دور فريرا واللاعبين بس بيقولوا كده علشان روح اه اتخاني مع فريرا وانا مش هعمل كده فعايز اقولك ان بالنسبة شبير مش بيبطل هاري مش بيبطل هاري ويه كل شوية اطلع ويقول لك مش عارف فريرا ماله وفريرا مايلي عشان ان عشان مرتضة منصور يا PLN عشان ان عشان بيقلب عنه زي ابو الظبط زي اللي علامة محمد شبانة الاعلامة برضو محمد شبانة كلحو وقالك مش عارف ايهبي لحصل وان ايه حصل وان فريرا هيقدم استقالها او فريرا thermometer يعني دقود forgot زمانك بتقديم الاستقالة في حالة انهم هشاركوا في كاس يوسيل. والكلام ده تلع على الفادي. والكلام ده تلع على السوعة يقول لك برضو فريرا خلاص هيمشي وفريرا مش عايز الزمانك وان فريرا مش يكون في الزمانك والكلام ده كله. طبعا انا طلعت ووضح لكو. طلعت ووضحت لكو الكلام ده كله. وكمان فريرا طلع واعترض وفريرا هقدم بلاغ ويقدم شكوى في السفارة البرتغالية. وحصل كده موال كبير جدا. فعايز يقول لك ان طبيعي الاعلام الاهلاوي مش هيهد او الاعلام المفروض تحت مسمى ومحايد مش هيهده. ده يعني حاجات يعني معارفين او حاجات متعودين عليها. طيب. تعالوا خش في التصريح التاني ان المصرشان مرتان صوري بيقول لك بخصوص صفقات الزمانك الجديدة. المصرشان مرتان صوري يتكلم اه يعني بيكلم جمهور زمانك بخصوص صفقات الزمانك الجديدة وبيقول لهم رسالتي او رسالة جديدة لجمهور نهاية اقول جمهور زاملك اهدوا احنا لسه لم يتم الاعلان عن الصفقات مصر مرتان نصور بيقول لي جمهور زاملك احنا لسه ما تمش الاعلانة على الصفقات عشان تطلعوا وتتكلموا كان الصفقات حلوة او وحشة عشان ما تطلعوش وتتكلموا تقول ان الصفقات فشلة ان الصفقات فرية الصفقات يعني اللعيبة مش كويسة. بيقولي احنا لسه ما معلناش عن الصفقات عشان الناس تطلع وتعترض على الكلام. او الناس تشوف ان الصفقات وحشة او حلوة. لسه معلناش عن الصفقات. طبعا انا موافق ان مرطان صور في النقطة دي وشايف ان فعلا لسه يا جماعة اهدوا. لسه في فترة لسه قدامنا يعني خمسة وتلاتين اقل كمان اكتر كمان من خمسة وتلاتين يوم. فانت لسه قدامك فترة كبيرة جدا يعني الفوق اكتر من شهر. اقلق اكتر من شهر. فانت ليه? من دلوقتي طالع وعمال بتهاجم المصدرش المرتنصر اول باول يعني. اول باول. وطبعا يعني تلع وتكلم على يعني كابتن حسام ميدو تلع وقال لك ان هو يعني فتر يهاجم الزمانك فتر يكون معه الزمانك. في الفتر اللي يكون الزمانك فيها في شكل كويس. يطلع ويفضل مع الزمانك. الفتر اللي يكون فيها زمانك مش عارف. ماله يطلع برضو يهاجي من نادي الزمانك. برضو بيقول ان كان مش برضو انا يعني متدعم ان انت دي من حسام ميدو او برضو كابتن حازم امام واللعيبة دي كلها. فده بالنسبة يعني تصريح المهم جدا لي فريرا. طيب. تعالوا نتكلم عن موضوع تاني بخصوص كابتن اسامة نبيه. كابتن اسامة نبيه تلع وتكلم انبارح في قناة يعني مصر. ويتلع وتكلم ويتكلم بخصوص دورة ابطالة افريقيا وقال لك ان احنا عندنا طموح يعني عندنا طموح كبيرة جدا ان احنا ناخد دورة ابطالة افريقيا. او ان احنا نكون موجدين في دورة ابطالة افريقيا وان احنا ناخد البطولة. وتكلم برضو بخصوص محمد صبحي. تكلم بخصوص محمد صبحي وقال لك ان الخسارة كبيرة للزمالك يعني رحيل محمد صبحي وانه كانت مكانتش حاجة كويسة فكرة رحيل محمد صبحي لنادي فيوتشر وانه هو هزعل جدا في حالة انتقال محمد صبحي للنادي الاهلي وقال برضو يعني رحيل يعني جنش كان يعني معلش محمد صبحي في فارقه فقال برضو ان رحيل جنش لنادي فيوتشر فدي برضو مشكلة كبيرة جدا جدا يعني وانه برضو رحيل جنش ده اثر على نادي الزمالك وقال ان رحيل جنش ده كان بسبب مشكلة مع كارتيرون فده اثر على نادي الزمارة فهو يعني كان يتكلم عن تلات حاجات مهمين جدا 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 يعني طيب اهم الموضوع ايه هو بقى تعال 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 اقول لك تعال اقول لك احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر بيشعل نيرام بيطلع نار من بقه او بمعنى صح بيحرق سيكة جمهوري النادي الاهلي وعايز اقول لك ان بعد التصريح ده عايز اقول لك ان احمد عبدالقادر ايام والايلة ايام والايلة في الاهلي عادنا نقول لك لعب قويس لعبه 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 محترم وهو 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 عادنا نشكر فيه لغاية مدازه على جمهور النادي الاهلي طيب تعال ناخد تصريح بتاع احمد عبدالقادر وبيقول لك ايه الناس اللي بتتكلم عن اني مش عجبني الانتقاد انا مش عجبني الانتقاد ازاي ده انا اكتر واحد باخد الحاجة السلبية بايجابية وبلاش واحد يعمل لي بيفهم ويقول لي هو اللي ينتقد تشتمو انا اصلا مش هتمدش انا بقول الناس ايزالك عشيش الكلمة علشان انا مش واحد ما عنديش قرامة انا اهله انا اهله يشتمو اه يعني ان اهله يشتمو ويقولو او ان اهله اشتمو ويقولو له شكرا او اقول له شكرا مسلا يعني هو مش واحد ما عندوش قرامة ان اهله او ان حدي من جمهور النادي الاهلي يشتمو باهله وان هو يقول له شكرا مثلا يعني فانتقاد للصبح او بيقول له يعني فبيقول له جمهور الاهل يعني فانتقاده للصبح باحترام وبأدب ويعملوا اللي انتوا عافزينه بعيدة عن التجاوز في حق عائلتي وشكرا عايزه أقول لك ان انا موافقه في نص كلامه انا موافقه في نص كلامه وعزوني لو بتهتي بس في القرية او كده بسبب انه يعني تلفون تاني مش الكلام مش كده يعني طيب انا موافقه في نص الكلام لسبب هو بيتكلم على انتقاد وان الجمهور الاهل يجتمع وبينتقده في فكرة ان هو مش عارف ماله وان الدور يضاع وان هو اللعب مش عارف ماله وماله وماله انا موافقه في النقطة دي ان انت عايز تنتقدني او عايز تعترض على اي حاجة او ان يكون فيه مشكلة دقيقات مني اطلع وهاجمني انا اطلع وهاجمني انا مش تهاجم عائلتي او انك تهاجم اهلي يعني سببا بالاب او بالام لا مش حاجة كويسة مش حاجة كويسة فانا موافقه في النقطة دي اما كنوا نايشت من جمهور النادي الاهلي فحاجة ترجع مهما حصل برضو يعني يعني انا موافقه في النقطة بس برضو ايه دا شوية ايه دا شوية ايه دا شوية قد يهو احمد عبدالرد التلعب وشتم جمهور النادي الاهلي ايه ايه هيبقى الاهلي يكون يتختم عليه لمدة 200 سنة قدام 200 سنة قدام فين مبادئ النادي الاهلي فين لعبة النادي الاهلي قارن 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 اللي بيحصل قارن اللي بيحصل ايه دي اللي عبت النادي الاهلي ايه دي اللي عبت النادي الاهلي او دا يعني دا اللي ظهر او دا اللي عبتها ترجعت وتكلم التخلمة ما بينها وما بين بعضهم بيقولوا ايه على الجمهور او بيطلعوا وبيتكلموا وبيقولوا ايه فده كان كلامي يعني بخصوص احمد عبدالقادر وعايز اقولك انه خلاص ايامه قليلة احمد عبدالله خاص ايام وليلة في النادي الاهلي بعد الكلام اللي تلعب وقاله ده وجمهور النادي اهلي ابتدى بقى يهاجمه يا احمد وانت 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 جمهور النادي الاهلي برضو ابتدى يهاجم بسبب ايه التصريحات دي وعتقد برضو من الخطيب هقاله خلاص كده باي باي شكرا لك لغايةنا نفس الكلام برضو بيتطبع على سوارش وتكلمت اكتر من المرة يعني ده بقى وضوع تاني طبعا نقولت لك من سوارش مفروض وكيله قال ان هو يعني في عقد منتزم سوارش منتزم بعد مع النادي الاهلي او بشرطة جزائية مع النادي الاهلي فسوارش مش عايز يمشي سوارش معندوش او سوارش معندوش الفكرة ان هو يمشي او مش حاطيه في دماغه ان هو يمشي من النادي الاهلي وان هو عايز كابل مع النادي الاهلي وهو يعني هياخد بطلات مع النادي الاهلي في الموسم اللي جاي هياخد بطلات كتيرة مع النادي الاهلي في الموسم اللي جاي ولكن برضو يعني الازمة جوا النادي الاهلي دلوقتي بسبب يعني نقطة صغيرة جدا ان احنا الجمهوري الاهلي مش عايزوا ولا حتى النادي الاهلي محتاجه فهم هدبسوا نفسهم يعني في حوار اسوالش بس كده ده يعني ده كده كنهاية الفيديو ما تنساش ربعا انا ركب من الواتساب تحت فيه لو اي حد حابين اتواصل معي اللايك بتاعك الجميل ما تنساش برضو الاشتراك في القناة والكومنت الجميل برضو بتاعك ومستنيكوا طبعا في اللايب بتاع النهاردة هيكون يعني ممكن الساعة تسعة ان شاء الله النهاردة يعني وباشكر جدا طبعا كل الناس الليكملة معي اللايب لغايتنا اشوفكم بقى ان شاء الله في اللايب جيد في اخبار سيدة تخص نايد الزامريك بازن الله شكرا